منعلي سؤال يعني ده اللي دايما نعرفه او اللي نسمعه عن عمر انه محسوك وقلوق جدا طب محسوك وقلوق وفتح السلامة جاء له طارق مذكور معاك وطارق لسه صغير عمر ما تخدش لا عمر ما تخدش لانه هو كمان كان صغير ما احنا كنا احنا الاتنين صغيرين الفرق ما بيني وبينه مش كتبه كبير في سنة واجبر مني بكم سنة بس هو يعني هو لما جرب اول حاجة لقى الموضوع حلو فتمام واحنا من سنة بعض فاندماجنا اكتر وانا كنت بلاقي فيه اللي انا عايز نفسي اعملوه هو كان بلاقي فيه اللي هو نفسه يسمعه طب انا بحكم بعرفتي بطارق مذكور انه انت بتعمل اللي انت عايزه واللي انت شايفه احيانا لا ده على طول لا ده على طول وبالمناسبة ده طول الوقت يعني من وانت صغير من وانت عملك 16 سنة انا بعمل حاجتي تاخدها ما تاخدهاش ده موضوع تاني لكن انا هعمل حاجتي دي رؤيتي فهتتعمل عملت ايه مع كمال الطويل لا دي كانت خصة كبيرة قوي الحدوتة ولازم تتحكي اه ده كان بقى سنة 89 الكلام ده بعد مثلا انا بتريت مع عمر كانت سنة 84 89 من قبلها بسنة عن طريق برضو فتحي وعن طريق ايه يا خليله كده اتعرفت على محمد منير وبقى ايه بقى يعني قلب محمد منير بالنسبة لي كان اسطورة نجم يعني هو نجم الجيل بتاعنا طبعا النهاردة نهاردة هو نجم الاجيال كلها يعني بس وقتها كان هو عمر دياب بتاعنا اه صحيح اه فكون ان انا انا فاكر اول مرة شفت محمد منير انا كنت مخدود جدا وكنت بترعش من الخضة يعني اه اه بعدها بقيت معا بلعب معا في الفرقة وكده و هو قرر ان هو ان انا اشتغل اعمل معا اغاني كان في الالبوم بتاع اه كان اسمه اسكندرية اسكندرية ولا لا الالبوم القابله شوكولاتة شوكولاتة 89 اه فكان في اغنية كمال الطويل طبعا حفظ الارقاب طبعا وكلام مع عبدالرحمن الابنودي و انا طبعا كان عندي حوالي 22 سنة ساعتها ما كنتش مدرك قوي يعني المصيبة اللي انا اللي فيها الاستاذ كمال الطويل ما يعني انا بالنسبة لي كان الوقت ده انا مش شايف الحتة دي قوي لان ده بتاع الاجيال القابل مني يعني لكن عارف طبعا الاسمه و عارف ان هو شخص جامد جدا وملحن طبعا كبير بس يعني انا اتعملت مع الموضوع عادي وفعلا عملنا الاغنية كان اسمها من حبك مش بريق وفي حبك مش جريق اشتغلت فيها و انا بقابلتوش هم جابوا لي اللحنة على شريتكاست و اشتغلت منه وكان الطبيعي ان احنا في الوقت ده و لغات النهاردة لما بتجي لي اغنية المقدمة الموسيقية و السلوهات الفواصل الموسيقية اللي في النص غالبا الموزح هو اللي بيعملها فهو كان عامل تيمة بس تيمة بسيطة وكان فيه تحويلة ما بين المذهب او الجزء الاولاني من الاغنية و الكوبليه في المقامات فلازم التحويلة دي لازم نعدلها ما ينفعش بنفس المقام او نفس الاسكيل تروح على الناحية التانية كده خبط لازق يعني فعملت اللي انا عملته وبتعوش ودخلنا سجلنا الاغنية وكل الناس كانوا مبسوطين محمد منير مبسوط والمنتج كانوا ساوند اف امريكا ساعتها مبسوطين وكل اللي في الستوديو مبسوطين وجاء كامال الطويلية اسمها فاول مرة شوفه بقى اولا هو راجل ليه هبة فظيعة يعني شكله باشا يخض جدا يعني دخل قاعد في الستوديو قدام الميكسر وانا واقف وراه وشغل الاغنية فتلت الاغنية والمدة حوالي 30 ثانية مزيكة مش مزكته مزيكة اللي انا عملها فلقيته بيثقف كده يعني فانا افتكرت بيثقف لي يعني يقول بس 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 وقف دي مش مزكتي فانا طبعا يعني تخضيت يعني طبعا وقفش طلع برا الستوديو وقعدنا يا استس كامال اصل هاي الحكاية وقال كفان انا وافقت انا بتعمل كهرباء يعني الله 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 اعادنا في يعني في مناقشات معاه بقى او يعني حوالات معاه اسبوع تقريبا لغاية ما ايه قال طبعا بعتوا لي اسمحها تاني فبعتنا له نسخة للبيت عنده يعني اسمحها وبعدنا قال طبعا انا عايز اقابل الولد اللي عملها دي فروحت قابلته في بيته في الزمالك برضو يعني يعني فيه هبة فظيعة كان يعني دخل بتقابل باشا وبالروب دي شامر بقى وعارف الناس اللي هي اللي بتشوفها بتاع الزمان بقى في الأفلام يعني اه حاجة رستقراتية جدا يعني دخلت في قوت الصالون في بيانو كده وبتاع قعدنا قال لي بص انا سمعت وبصراحة اللي انت عمله ده كويس وحلو وانت ليك مستقبل انت هتعمل حاجة يعني بس انا موافق بس على شرط واحد قلتلو اللي تقمر بيها استس كمال فقال لي الحتة اللي انت شلتها بقى الموسيقى اللي انا كنت عملها دي احنا هناخدها نوزحها ونعملها تيتر لبرنامج في الإزاعة مصرية وجينا هنا في ماس بيرو وسجلنا للتيتر ولتولو طبعا اللي تقمر بيها جينا فعلا سجلناها وكان التيتر قعدت يمكن عشرين سنة بتشتغل تيتر للبرنامج ده